تتسابق الأحزاب والميليشيات في العراق لإعلان تحالفاتها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات حيث يتصاعد الصراع الموسمي للفوز بأصوات شحيحة وسط توقعات بأن تفوق نسبة المقاطعة ما جرى في الانتخابات الأخيرة التي كانت قد شهدت مقاطعة غير مسبوقة كان لافتاً قرار قوى الإطار التنسيقي عدم الدخول بقائمة واحدة ما أثار زوبعة من التساؤلات لناحية التفكك الوحدة بين القوى المنظوية فيه على الرغم من إعلان أوساط الإطار أن قرارهم الدخول بثلاث قوائم انتخابية مختلفة جاء لأهداف فنية تتعلق بالمعركة الانتخابية وقانونها حيث يؤدي الدخول في لائحة واحدة لكل المحافظات إلى تشتت الأصوات الأولى بين القوائم الثلاث تجمع تيار عمار الحكيم مع أتلاف حيدر العبادي أما القائمة الثانية فهي أتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي في حين سميت القائمة الثالثة باسم تحالف نبني حيث تمثل الميليشيات التي لا علاقة لها بالبناء لا من قريب ولا من بعيد إلا من جهة سيطرتها على المشاريع الفاسدة وفرض الأتاوات على أي مشروع خارج دائرة هيمنتها التحالف يضم عدد من الميليشيات أهمها ميليشيا بدر بزعامة العامري وميليشيا العصائب التي يتزعمها قيس الخزعلي إلى جانب حنان الفتلاوي وفالح الفياض وأبو ولاء الولاء وشبل الزيدي وغيرهم ممن لهم باع طويل في خراب العراق ندعو جميع العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة واختيار الأصلح والأكفأ تثبيتا للنظام السياسي الديمقراطي الذي بذلنا من أجل ترسيخه دماء يريد العامري هنا أن يثبت نظامه الفاسد الذي لم يجن منه العراقيون سوى الدمار ويرفع مع سائر شركائه شعارات البناء والإصلاح والتضحية وهي ذات الشعارات التي يرفعها هؤلاء مع كل موسم انتخابي دون خجل وهم الذين أوصلوا البلاد إلى الحضيظ وما زالوا يعقدون المؤتمرات ليتشدقوا بذات الوعود التي يثبت الواقع زيفها وتهافتها ترجمة نانسي قنقر